اشتركوا في القناة اليوم بدأ أكمل أنا عن موضوع التينع والمتكاف أو كمية الحركة وكمية الدفع بدأ أحل أكمل مثال ونكمل بس رح أحكي عن مواضيع اللي هي بتشمل عدد كبير من الأجسام فرح أكون بحاجة إن أوصف هذول الأجسام بدلالة جسم واحد اللي هو بمثلين كلهن يعني اللي في إله حركة اللي هي بتكون حركة مكافأة لحركة جميع الأجسام مع بعض وكذا الموضوع اسمه مركزة ماسا ومركزة كتلي هذا اللي شيء ما مشبه مركزة ثقل مركزة كوفيد في كتير أمثلي بالطبيعة من هالشكل لما باجاب أحكي عن جسمين بتحركوا مع بعض مثلا ممكن أجأ أوصفهم بدلالة جسم واحد يعني جسم واحد حركته هي بتوصف لي حركة المجموعة كلياتها إذا كان عندي أتوم أتوم فيه كثير إلكترونات وفيه بروتونات بالنواة بالمركز من القرعين فممكن أنا أوصف حركة الإلكترونات كحركة جسم واحد أو حركة الأتوم كلياته اللي هو إلكترونات وبروتونات كحركة جسم واحد اللي هو مركز الكتلة أو مركز المجموعة أنا رح أصل لهذا الموضوع بس قبل بدي أحلق كمان مثال اللي هني نتقاوى فيهن بموضوع التينع والإصطضامات والإنرقيا كمان فيهن لأنه كل ما يكون في عندي إصطنامة أنا هون لازم أترك أقول إذا في عندي حفظ طاقة أو فيش حفظ طاقة إذا المثال الأول بدي أعمله أعمل هنا أرسمها في عندي هنا جسم كتلة أم واحد وهنا في عندي جسم كتلة أم اثنين أم اثنين الآن ما أعطي معاي إنه الجسم اللي كتلته أم اثنين ربطنا فيه نابض كفيتس اللي ثابت لهم كفيتس هاد هو كي أوكي الارتفاع عن سطح الأرض هو أتش منسميه هون أتش وهون أتش كل هدول هن أعداد اللي هن معطيات معاي معطي معاي إنه الارتش هي واحد متر الام واحد هي أربعة كيلو جرام ام اثنين هي خمس كيلو جرام والكي هي مئة نيوتون للمتر اذا هك سؤال أنا باجي بطلع على جسمين بدي أخلي يصير فيه استضام بناتين إذن أنا هون باجي بحذذهن من حالة السكون ارتفاعت وارتفاعت من حالة السكون اثنين بنزالوا يعني من سرعة سفر هون أو سرعة سفر هون بدن ينزلوا تحت يصطدموا ولكن لما بصطدموا إحنا منشوف إنه في بنات نابض إذن هنا مش راحات يلزقوا بعض مش راح يصير في بناتهم تلامس لأنه النابض هو بيفصل بناتهم إذن إحنا هنا السؤال اللي بدأ أسأله هون عشان يعرف حالنا شو نكتب معدلات الطاقة والتانع من نكتب سؤال احسب أو احسبوا أقصى انكباض للنابض يعني بدنا أحسب إيش هي أكبر أو أعلى هتكفتسوت بتكون أكبر هتكفتسوت بتكون بالكفيتس لأنه بدون نضغط بين الجسمين كديش أكتر إشي بصر لحالة انكباض دلتا إيكس يعني الشعور اللي هتكفتسوت كديش بكم إذن عشان نحسب هذا الإشي أنا هون بدي أعطي رمز للحل لما بسألني عن انكباض للنابض أو بسألني عن مسافة أو تغيير في المسافة تغيير في المكان عملي أن هذا رمز إنه أنا هون أستعمل قانون الشغل والطاقة عادة إنه أحسب انكباض للنابض بكفيش إنه أستعمل بس التانع عليه لأن التانع كفية كيفي إحنا شفنا معادلته أو القانون تاعه P تساوي MV يعني في عندي كتلة وفي عندي سرعة يعني فيش عندي مكان فعشان هيك إذا بكتب معادلة التانع هي ما بتكفي إنه أحسب كل شي إنه أحسب السرعة أو أحسب المكان فعشان أحسب كداش في عندي انكباض كداش في تغيير في المكان أنا بلزمني هنا طاقة وواضح إنه في عندي الطاقة الوضعية تبعتنا بيضع لي نصف كيكس تربيع ومن غالي بطلع لكس إذن لما بصرف عندي إصطدام هؤلاء الجسمين هذا صارت تحت وهذا كمانت صارت تحت هاته إنه أرسم الوضع لما الجسمين بيكونوا صارت تحت بيكون عندي هذا أم واحد الجسم الأولاني أو نكتبه أوكي هذا أم واحد وفي بناتن نابض وهذا أم اثنين أوكي النابض رسمناه بلون إحمر نحافظ على اللون أوكي هذا النابض كيب بناتن طبعا هون المجموعة ما بعنين هالمجموعة هون واقفة مجموعة ماشي لاتجاه معين نفرض لليمين أو للشمال أنا ما بعرف بس نقدر إحنا نعرف من خلال معادلة الحركة إذن هاي منسمي هايوو اللي هي السرعة المشتركة تبعت الجسمين وقت الانقباض اللي إحنا نعرف نقوله هون إنه باللحظة اللي بيكون فيها أكبر انقباض للنابض الجسمين بيكونوا ماشيات مع بعض ليه؟ لأنه لما النابض منقبض على الآخر فيش حركة نسبية بين الجسمين يعني كل واحد بيشوف الثاني ماشي بسرعة سفر هذا معناه إنه اثنين ماشيات في نفس السرعة اوكي؟ إذن هذا عمله إنه ما مازل الحل إما باش بكتب معادلة الطاقة أنا راح أكتب نص كيكس تربيع بنفس المعادلة اللي فيها بتكون السرعة مشتركة لتنين يو أما مش بيكون لكل واحد سرعة شكل يو واحد ويو اثنين لا إذا لكل واحد بيكون سرعة شكل يو واحد يو اثنين معناته هذا بدل إنه في عندي سرعة نسبية بناتهم معناته هذا مش أكبر انكباض معناته بعد إن قاعدت فتحذكوا بعد في مجال ينقبض أكتر إذن أنا هون باجي بحكي عن أكبر انكباض باللحظة اللي فيكون فيها سرعة مشتركة للجسمين سرعة مشتركة للجسمين يعني عندي استضام لدن هتنقشوت بلاستيت استضام لدن إذن أنا بكتب سرعة هذ قبل وسرعة هذ كمان قبل الاستضام وبكتب معادلة الهتنقشوت البلاستيت اللي احنا تعلمناها اذا احنا شو نعرف نكتب؟ منقول انه M1V نقص M2V سوى M1 زاد M2 ضرب U ايش هاي M1V؟ هذا التنع الموجود مع الكتلة M1 قبل الاستضام M2 ضرب V هو التنع طبع الجسم M2 كمان قبل الاستضام يعني لحظة قبل ما يصطدموا الجسم M1 والجسم M2 قبل ما يصير في عندي انكبار للنابض يعني ليش فيه ناقص بنات هين؟ لان هنعكس بعض هذا نزل من هاي الناحية ورايح لليمين وهذا نزل من هاي الناحية ورايح للشمال عشان هيك في عندي ناقص بنات هين لان ليش هنا في الش V1 و V2؟ ليش أنا مسمي هن V و V؟ لانه الجسمين نزلوا من نفس الارتفاع وانا لما بحس بسرعة الجسمين حسب قانون حفظ الطاقة الكتلة غاد بتشطب يعني ما في علاقة اذا عند الجسم M1 او الجسم M2 بالحالتان رح يطلع معاي للجسمين نفس السرعة واللي هي V اذا قبل الاستضام للجسمين توجد نفس السرعة والسبب ان الجسمين نزلوا من نفس الارتفاع اذا نزلوا من نفس الارتفاع تحت بيكون الهن نفس السرعة حسب قانون حفظ الطاقة وفيش عندي احتكاك طبعا هذا السطح هون املس اذا بدنا نضيف هون هذا سطح كلاته سطح املس عالي اسا هاي المعادلة الاولى اللي هي تبعة التانع هاي معادلة حفظ كمية الحركة هاي المعادلة لحالها بتكفينيش يعني انا كيف شايف حتى هي ما بتحوي بكلبها ايش هو الانكبار طبعا النابض ولكن هي رح يطلع منها قيمة اللي رح تفيدني لها من شان الاقي ايش هو الانكبار المكسيمالي بالنابض ايش هو اقصى او اكبر انكبار للنابض في عندي كمان معادلة اللي هي معادلة الطاقة معادلة الطاقة شو بتكلي بتكلي انه نص M1 V تربيع زائد نص M2 V تربيع تساوي نص M1 زائد M2 U تربيع زائد نص KX تربيع في الحقيقة انا كتبت هاي المعادلة ايه مش بالزبط كيف تعلمنا نعمل U1 ناقص U2 زائد WNC نان كونزيرفاتي فهضلوا الكحوتي للومي شامريم تساوي دلتا اي كي كتبتها بشكل مختلف يعني مش بنفس الترتيب تبع الحدود ولكن هي نفس المعادلة اوكي اللي مكتوب عندي هون انه الطاقة الحركية الموجودة في المجموعة اللي هني جسمين قبل الاستضام هي فقط طاقة حركية ما كانش فيه بعد وعنده طاقة وضعية اصلا لانه النابض كان بعد وما نضغطش ولا نشد لذلك الطاقة البدايية هي فقط حركية واحنا منعرف انها الطاقة محفوظة ليه؟ لانه فيش عندي كحوت اللي هني لومي شامريم في البعايا هاي الكحوت الموجودات عندي ام تجي لتحت ام تجي لتحت لفوق ان وان بيبطلوا بعض انتهى فيش هذول مش موجودات في عندي الكوة تبعة النابض ولكن النابض هو كواحم شامير هي كوة حافظة كوة حافظة اذا هيك تحت هذا الشرط انه في عندي هيك كوة الطاقة الميكانيكية تحفظ يعني الطاقة الميكانيكية الاولى تسوي الطاقة الميكانيكية بالاخر هاي الطاقة الميكانيكية الاولى اللي هي حركية زائد وضعية الوضعية اللي كانت هنا سفر لأنه نابض ما كانش بعده مجدود أو مضغوط إذن الوضعية سفر الحركية موجودة عندي بتحذكو ومنام بكيفوني مفخيم تجاهت متعاكسي ولكن هاي الطاقة هي سكلار موجب إذن زائد في عندي لأنه في تربيع دايما اللي بصير عندي الوضع بعد إيش هو الوضع بعد عمليا الفترة الزمنية اللي هي كصيرة اللي الجسمين كانوا ماشيات مع بعض في نفس السرعة اللي هي يو عشان هيك اصطرام لدن ما احنا كلنا ام واحد زائد ام اثنين يو تربيع زي ما مكتوب عندي بالتقنع ام واحد زائد ام اثنين في يو إسه النابض مشدود أو مضغوط آسف في يو الشعور اللي هتكفتوته ايكس إذن في عندي طاقة وضعية للنابض اللي هي نسكة اكس تربيع وعشان حطيت هاي المعادلة لنسكة اكس تربيع حد اليوم يو معناها سرعة مشتركة يعني الجسمين ماشيات به نفس السرعة يعني فيش سرعة نسبية بناتين معناته غضه اقصى انكباض لانه فيش سرعة نسبية بناتين يعني في عندي سرعة واحدة مشتركة لتنين اللي هي بالنسبة لمعرخة المعبداء اللي هي هاي السرعة يو إذن فقط عندها هاي الطاقة الحركية وهاي الطاقة الوضعية هذا بيصير عندي باللحظة اللي هي فيها اقصى انكباض وسرعة مشتركة طيب عالم عنده هاي المعادلة الفي والفي نفسه الفي والفي اللي هون ال-U عمالياً بيطلع من هون من هاي المعادلة هيك أنا بقدر أليك X السؤال إيش هو ال-V ال-V طبعاً يحسب حسب قنون حفظ الطاقة لما الجسم بنزل من هون لهون أو من هون لهون لو مش هنيتنا نشوف كيف نحسب V نقول هون نحسب V طبعاً حسب قنون حفظ الطاقة حسب قنون حفظ الطاقة حنا بنكتب للجسم مثلاً M1 بنقول هيك M1GH تساوي تحت نصف M1V طبعاً كنت بقدر أكتب M2GH تساوي نصف M2V ولكن كيف شايفين بالحالتين الكتلة راح تنزل لذلك V هي تساوي جذر 2GV هذا هو عملياً حساب السرعة V من خلال قنون حفظ الطاقة لو مش هنيلها أي كتلة كيف شايفين بالآخر السرعة هي هيك هذا القنون عملياً احنا من ننجبنا من نفس قنون حفظ الطاقة ولكن أثناء النزل فش عندي قحوت لو مش همريم ال-WNC تساوي سفر السرعة فوق كانت سفر عشان كيفش عندي طاقة الحركية التانية نص أم V سفر تربيع مش موجودة وتحت لما بنزله تحت مستوى الانتساب احنا هنا بناخده أنه Y تساوي سفر لذلك الطاقة الوضعية هنا سفر وضال عندي بس MGH اذا MGH تساوي نص أم V تربيع طلع عندي السرعة هي جذر 2GH بقدر قصة حطها هون بطلع عند اليو بحط اليو هنا بطلع عند الاكستر طبعاً حل المعادلات هذا هو بسيط نعوض الأعداد لعنا لما نعوض الأعداد بطلع عندنا بالمعادلة أربعة حتى نسمي هاي المعادلة واحد وهاي المعادلة اثنين معادلة واحد نحط الأعداد أربعة V ناقص خمسة V تساوي تسعة U عشان هيك اليو تساوي ناقص V على تسعة وطبعاً ال V هي يمتجر 2GH والH معروف معي حكيولي عنه انه واحد متر الآن منعوض بالمعادلة في المعادلة الثانية بالمعادلة الثانية بطلع عندي أربعة ضرب عشرين زائد خمسة ضرب عشرين طبعاً هون ضربت المعادلة باثنين راحة النص والنص والنص أم واحد هي أربعة هي والأم اثنين هي خمسة أوكي تساوي طبعاً ال V هي كيف انتوا شايفين لما حط محل H واحد جذر اثنين في جي في واحد جذر العشرين تربيع بضل عشرين بالحالتين تساوي تسعة على واحد وتمانين ضرب عشرين زائد مية اكس تربيع كيف حكيتنا عوض بالمعادلة الثانية في عندهن أم واحد زائد أم اثنين هي أربعة زائد خمسة يعني تسعة أوكي ضرب U تربيع U تربيع هي V على تسعة لكل تربيع فالتسعة تربيع صارت واحد وتمانين والV كيف شفنا هو جذر العشرين V هي جذر العشرين متر على الثاني طبعاً نتعويض هاي المعادلة بسيطة بطلع معي أنه X يساوي 1.33 متر هذا الجواب اللي طالع معنا اللي هو مناسب أو ملائم لهاي القيم العددية للبرامترات الفيزيائية لين كتل وارتفاع وثابت القوة K واضح أنه بيحكم عن هون عن نابض اللي هو كبير جداً أو أنه كانوا بنقدر نبلش السؤال من ارتفاع أصغر من 1 متر وسعيتها السرعة بتكون أقل وإذا السرعة أقل رح يعطيني X أقل شأن يكون الجواب منطقي أكتر أما هون الهدف مش إن الجواب يكون منطقي الهدف إنه إحنا نعرف نكتب معادلة الطاقة والتينع أثناء الإصطدام أوكي؟ هون بعود بلخص بقول يحفظ التينع الكافية لأنه شاكولها كحوتها حت سنيم شفالي أفس والكحوت البنميم هني بكل الحالات رح يطلعوا سفر حسب نيوتون الثالث النابض هنا بشغل كوة على الجسم أم واحد وعلى أم اثنين وبنفس الوقت أم واحد وأم اثنين برجعوا عليه نفس الكوة فلذلك مجموعة الكوة الكلي رح يطلع سفر عشان إيكا تحفظ كمية الحركة الكليية بالنسبة للطاقة ما كان عندي كوة غير حافظة لا فيه احتكاك ولا فيه كوة خارجية قاعدة تشغل على الجسمين الام تجيه الوزن والان ببطل بعضه ببطل بعضه فعشان إيكا قانون حفظ الطاقة موجود عندي بهذه السوق اللي كتبتها هو صحيح يعني تحفظ عندي هنا الطاقة الميكانيكية هذا بالنسبة للسؤال هنا سؤال منيح منشوف سؤال تاني بدأ أشوف السؤال في موضوع استضام ناخد كتلة واحدة بتصطدم في حائط وبترتد عن الحائط في زاوية معينة رح حسن نشوف بالسؤال بتبقى شارح لي بالضبط أي زاوية في عندي استضام وكيف بكمل وبطلب مني أحسب الكوة اللي بشغلها الحائط على الطابق أو بتشغلها الطابق على الحائط أوكي فنرسم إيش هي المجموعة اللي عنا في عنا هون كير حائط أوكي هذا كير طبعا كفوع مش كون ثقيل جدا أنا هون بتطلع على المجموعة ما باتمي على من فوق إذن أنا بشوف الحائط طبعا هون عملته سميك جدا مش مجبور يكون هيك بس أنا قصد أبعين أن الحائط قوي ما بتزحزح من المحل له بدي أبعث لسه طابق تصطدم فيه الطابق تيجي من هون كتلتها أم أوكي ماشي بسرعة V واحد أوكي بتصطدم بالحائط هون وبترتد عنه بالاتجاه العمودي هاي اللي ما أعطي معي أوكي إن هي ارتدت باتجاه Y الموجب بسرعة V2 أنا قصة راح أعطيكو شوهن السرعات وما أعطي معي هون إنها الزاوية بين السرعة V1 والمحور X هون هاي الزاوية الأفقية الزاوية مع الأفق يعني هي 35 درجة أوكي يعطيني 35 درجة إذن كمان ندور هذا الحيط مش معطيني كتلته بالنسبة لي كتلته لا نهائيه لأنه متزحزحش من محل له قوي كثير الأم بيصطدم بجبزاوي 35 بالسرعة V1 بيرتد عن الحائط باتجاه العمودي الموجب Y بلوس Y كوفاع بسرعة قيمتها V2 أوكي فهون بيحكي لي أعطيكم شو هني القيم بس أوكي إذا أنا هون عندي كمان دجمة أو شيئلة اللي هو معطيني إنه السرعة قبل الإصطدام يعني لحظة قبل الإصطدام V1 هي 12 متر لكل ثاني الكتلة تبعة الطابة هي 13 كيلو جرام 300 جرام يعني الزاوية مرسومة بالشكل 35 سرعة V2 هي 10 متر بالتاني وبعطيني كمان إنه زمن أو المدة طبعة الإصطدام أوكي 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 هي دلتا تي تساوي 2 ميلي سكند أوكي يعطيني إنه الفترة الزمنية اللي أخذت للإصطدام تنه الطابة استضمت بالحائط وارتدت عنه هاي الفترة الزمنية قصير جداً 2 ميلي سكند الميلي سكند طبعاً هو 10 للكوب ناقص 3 من الثاني أذكركم إنه الميلي سكند هي 10 للكوب ناقص 3 سكند أوكي أس إي سي أو أس نكتب أس إتصالنا كاتبين أس أوكي شو بطلب مني بالسؤال ما هو قد لو همي متسع شل هكوا أسرح شها كدور هفعيل علها كير أوكي هيك السؤال بكل بكل حسب لي الكوة قيمة آه بالمعدل اللي شغلها الكدور الطابش وشغلت على الحائط أوكي بدنا نشوف إيش قيمة هاي الكوة طبعا هذا الاشي بيستميخ على القوانين اللي تعلمناها اللي عمليان لما بيسألنا عن كوة إذن هون كوة واستضام هذا رمز جيد إنه في عندي هون استعمال متكاف متكاف يعني كمية الدفع أو الزخم أوكي كمية الدفع هي الفرق بالطاقة الحركية أنا بكتب الفرق بالطاقة الحركية كدلتا بي يعني بي 2 ناقص بي 1 يساوي أف ضرب دلتا تي أف ضرب دلتا تي هي عملية نفسها كمية الدفع عشانها بيسألني هون عن كوة معدلة فأنا بكتب أف ضرب دلتا تي مش بحاجة أروح أعمال إنتجرال أف دي تي أصلاً ما عنديش الكوة كيف كانت تتغير كدالة للزمن لو عندي هذا الإشي كنت بقدر أعمال إنتجرال ف دي تي أوكي إذا لما عندي أف كدالة للزمن بنعمل إنتجرال ف دي تي عشان يطلع عندي المتكاف أما لما بكل يحسب قود المي متساع ومعطنيش معلومات عن الكوة كيف تتغير واضح أنه بأخد أف ضرب دلتا تي أوكي فمفتاح الحل يا جماعة هون هي أنه أجأ أقول جاي اللي هو المتكاف تساوي دلتا بي دلتا بي يعني المقصود بي 2 ناقص بي 1 وتساوي أف ضرب دلتا تي أوكي إحنا شفنا هاي المعادلة هي مشتقى عمريان من قانون نيوتون الثاني أف دلتا تي هي الفرق بالتانع أو أنه أف تساوي الفرق بالتانع على دلتا تي دلتا بي على دلتا تي أوكي هاي هي المعادلة اللي بيتوصلنا للحل هيك سؤال أو هاي النوعية من الأسئلة إذن بي 2 و بي 1 هن التانع كفي للجسم اللي استضم أوكي قبل وبعد إذن أنا بحاجة أخذ هنا بي 2 و بي 1 قبل وبعد أعوض هين منشان أحسب الأف كفكتور وبالآخر بعمل عليه القيمة المطلقة لأنه كل جود لو هاي بالنسبة للجودة اللي أخذت قيمة مطلقة طب شو بنسبة له الميموت ساع كيف حكيت قبل شوي عشانه مش معطيني كيف تتغير F كدالي للزمن إذن أنا بكتب هون F ضرب دلتا تي هظه الميموت ساع أعلى إذن هتا نكتب شو ال P 2 و ال P 1 P 1 هره التانع كفي هو فيكتور اللي كيف إحنا شايفين هو إله مركبي مركبي باتجاه X و مركبي باتجاه Y يعني إذا أنا بكتب هون فيكتور P هره P 1 إله مركبي هون P 1 X وإله مركبي هون إيش P 1 Y ولما نكتب الفكتور المكتب أنه هو عبارة عن P 1 X بما أنه رايح للشمال إذا ناقص X كو V والتاني هو P 1 Y بما أنه نازل لتحت من كل ناقص Y كو V أوكي شوفنا كيف هون عند كل فيكتور بقدر عبر عنه كان مركبته باتجاه X و مركبته باتجاه Y وأجمعهن أنا بشكل فيكتوري الآن ناقص وناقص لأنه الفكتور هذا هو رايح للشمال ونازل لتحت والهسكام تعنا أنه لليمين موجب ولفوق موجب للشمال ولتحت سالب إذا هنا ونكمل منقول ناقص M ضرب V 1 ضرب كوسينوس الزاوية اللي هي 35 نسميها الثاتة إحنا باتجاه X ناقص M V 1 سينوس سينوس ثاتة ضرب Y كو V أوكي طبعا هضل مع بعض ضرب اتجاه X و باتجاه Y هاي بنسبة P 1 P 2 P 2 هو الثانع كا V للجسم للكرة بعد الاستضام بعد الاستضام أنا عندي الأم طالع لفوق وحكيها لأنها باتجاه اللي بلوس Y اللي هو العمودي إذن عندي M ضرب V 2 هون بتحيرش X أو Y M ضرب V 2 ضرب Y كو V لذلك M V 2 Y كو V عال إحنا أسا جاهزين فينا نقول إنه أجي أخذ ال P 1 اللي هي هاي وال P 2 أعوض هن هون محل P 1 و P 2 بعد ما أعوض هن هيتساوي F دلتا T والدلتا T هياته معاي يساوي 2 ميلي ساكند أوكي من هون بقدر أحسب سعيتها بكلوت إيش هو ال F أوكي حتى نعوض هن لما نعوض بطلع عندي F تساوي M V 2 Y كو V هذا ال P 2 ناقص نفتح كوس ناقص M V 1 كوسينوس تا بكيفون X يعني X كو V ناقص M V 1 سينوس تا باتجاه Y أوكي هاي منقسمها إحنا على دلتا T أوكي طبعا نذاب نتطلع منشوف كل الأعداد معاي الكتلة بعرفها V 1 V 2 بعرفها و الزاوية ثاتا 35 هاي الزاوية 35 هون هي اللي سميناها ثاتا أثناء الحل هون ناقص نعوض الأعداد وواضح إنه بطلع معاي قيمة اللي هي باتجاه X أوكي وقيمة اللي هي Y من هون ومن هون فبجمعهن مع بعض أنا وبطلع Y كوفا عبارة الكوس أوكي من ننساش إنه مكسم دلتا T اللي هو الزمن اللي معطي معاي 2 في 10 للكوة نقص ثلاثة ثانية فبطلع معاي إنه الف تساوي 1.474 في 10 للكوة ثلاثة باتجاه X يعني X كوفا زاد 2.5 ثلاثة ضرب 10 للكوة ثلاثة Y كوفا والوحدات نتذكر إنه نيوتون أنا كتبت فيكتور اللي إلي كوفونيم X و Y وطبعا الوحدات هنه نيوتون إذا بنتبه بالسؤال حكايلة اللي أحسب القودل المموتسع القودل المموتسع إذا أنا لازم سأجي أخذ هذول أعمل قودل كيف يعني بعمل قودل لفكتور مربع اللي باتجاه X زاد مربع اللي باتجاه Y وجذر وإذا في عندي كمان إنش باتجاه Z راح أزيده وكمان تربيعه وأعمل جذر عالكل ولكن هي البعاية اللي عندها ندومي مديت يعني باتجاهات 2 عندي X و Y فبجمع المربعات وبعمل جذر بطلع معاي إنه F F يساوي 2 نقطة 9 2 ضرب 10 للكوة 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 7 7 9 8 9 9 10 بدأ أساوي كمان مثال في موضوع الاستضام اللدن ولكن بالمستوي مثال بسيط استضام لدن الجسمين في المستوي يعني المقصود انه البعية هي مش حد ممديت البعية هي دو ممديت رناتا نرسم المجموعة انا في عندي نقول في عندي جسم اللي هو كتلته ام هون ماشي باتجاه اليمين بسرعة قيمتها في وفي عندي جسم هون حتى نقول هذا كتلته اتنين ام وفي عندي جسم هون كتلته ام وماشي بسرعة نص في او خلينا نقول هون نمشي بسرعة اتنين في عشان نعمل حاصل ضرب نفسه نشوف كيف ممكن يكون عندي اصطدام جسمين اللي اللي هن نفس التين عكا في ولكن هن اتجاه متعامد ماشيات يعني اذا هون برسم امتداد الخطوط الفكتوري ما دول هون عندي زوية تسعين ولكن انا بعرف انه بهاي اللحظة صار عندي استضامة يعني احنا كنا معايرين هون البعود وهون البعود عساس ان يستضمون وانا بد اشوف هاد الوضع كلاته بسميه الوضع قبل اه كل اشي موجود هون هاد اسمه قبل الوضع بعد هو الوضع انه بيكون الجسمين ملازقات بعض اوكي يكون في عندي الطابة اللي هي كتلتها 2 ام والطابة اللي هي كتلتها ام وماشيات باتجاه معين بسرعة جديدة يوفيكتور اوكي وهذا الوضع هون انا بسميه بعد اوكي الوضع بعد اذا انا عندي جسمين كتلتين استضروا ببعض كملوا بسرعة مشتركة ايو انا اسا بدي اجي احسب اول الشرعة ايو المشتركة ايش هي وكمان بهمني اعرف كداش المجموعة خسرة الطاقة اذا انا هون بسأل بندين الاف او واحد احسبوا السرعة المشتركة ايو فيكتور اتنين احسبوا مقدار الخسارة بالطاقة طبعا هون نوع الطاقة اللي بنحكي عنها هو طاقة حركية لانه هاي التجربة احنا عملناها على سطح افكي طاولي او على الارضية متلا جسمين بسطدموا الطاقة اللي كانت معها هي طاقة حركية بس بعد الاستضام هن التسقوا ببعض عشانه في تلامس بناتن في عندي حم في عندي احتكاك فحرارة مجموعة بتخسر طاقة كطاقة حرارية بتروح الطاقة لطاقة حرارية فانا هون السؤال شو هي الطاقة الحرارية اللي صارت في الاستضام يعني مقدار الخسارة بالطاقة هو نفسه الطاقة الحرارية الموجودة في المجموعة طيب عال احنا عشان نحل هاد السؤال في البداية اللي هو البند اول او البند واحد ليش مستميخ على حوك شمور التين عكا في اوكي في هيك مجموعة شو فينا نقول عن المتكافل كليل المتكافل كليل هو سفر صح لانه المجموعة مغلقة بالنسبة للسؤال اللي حلته قبل ليش المتكافل كليل ما كان يش سفر لانه بحكي انا عن المجموعة كفقط جسم واحد اللي هي الكرة اللي صدمت بالحائط بحكي عن السؤال اللي قبل انا الطابغات كانت جسم واحد مجموعة القوة اللي عليها لا يساوي سفر اثناء الاستضام ليه لانه في عندي قوة الحائط عشان هيك انا قدرت احسب المتكاف ومن هون احسب القوي الان لما انا باخد الكرة والحائط كمجموعة مغلقة اثنين مع بعض ساعتها مجموعة القوة على الاكيد سفر والمتكافل كليل هو كمان سفر هنا انا عندي جسمين فش عندي حائط ولا في عندي اياتها جسم ثالث بشغله عبعض قوة فعل ورد فعل حسب نيوتون الثالث يساوي سفر مجموعة هين فتحفظ كمية الحركة قيمة واتجاهها فمنكتب عنا الثانع طبع الاول اثنين ام ضرب في باتجاه اكس اوكي هذا الثانع طبع الاول اني زائد الجسم الثاني جاي معا كتلة ام وصرعة اثنين في ولكن باتجاه واي اوكي هذا الايش شو يساوي هذا الايش يساوي مجموعة الكتل اللي هو اثنين ام زائد ام هاي مضروبة عمليا بالسرعة الجديدة اللي هي يو فيكتر من هون انا بشوف انه اليو فيكتر تساوي ثلاثين في باتجاه اكس زائد ثلاثين في باتجاه واي او انه ثلاثين في ضرب اكس كوفا زائد واي كوفا اوكي اذا هون انا عندي كيف اجعلدي ثلاثين لانه عندي اتنين ام وام تلاتة ام الام بتشطب مع الام اللي هون ومع الام اللي هون بيظل هون اتنين على ثلاثة ايه اتنين على ثلاثة ايه واثنين على ثلاثة كمان اتنين على ثلاثة طلعت تلتين في باريت كوس طلع معاي هيكا اذا واضح انه مركبة اكس ومركبة واي متساويات للسرعة هذا الايش يعني انها الزاوية بين فيكتر والسرعة ومحور اكس 45 اوكي يعني فينا نقول اسا بس اسا عرفت انه هون الزاوية 45 هاي بالنسبة للبند الف او البند الاول البند الثاني تعال نشوف كيف منسويه البند الثاني بيحكي عن طاقة شوف احنا بنعرف ان هالمجموعة راح تخسر طاقة يعني يعني انا بعرف الطاقة بالاول هي اكبر من الطاقة بالاخر بحكي عن طاقة الحركية ليه لانه صار في عندي احتكاك في حم اذا واضح الطاقة بالاخر هي اقل سلما بكل يحسن مقدار الخسارة في الطاقة مقدار يعني اخذ الاشي بالكيمة المطلقة او انك بتاخد الاولاني ناقص الاخراني هيك على الاكيد راح يطلع الجواب موجب ليه لانه الاولاني اكبر من الاخراني لانه المجموعة خسر الطاقة اذا اذا انا باخد الاول ناقص الاخير يعني دلتا اي باخدها قيمة مطلقة عمليا انا بحكي عن اي طبعا اي كي اي كي واحد ناقص اي كي اتنين بس بدي ازيد هون كلمة توتل ليه؟ عشان ما تفكروش انه واحد واثنين تبعت للجسم الاول والجسم التاني انا بحكي عن اي كي توتل بالاول اي كي توتل بالاخر اوكي الوضع واحد واثنين او انا بوصف قبل وبعد او اذا بتقولوا كتبوا انيشيال اي و اف فاينال كمان بنفع بس لما انا كتبت توتل سعيت هاد الاشي بيغطيني اذا اي كي واحد الطاقة الحركية الكلية اللي كانت في البداية هي عبارة عن نص ضرب اثنين ام ضرب في تربيع زائد نص الطاقة الحركية اللي كانت مع هذا الجسم في معا ام ضرب سرعته اثنين في كلها تربيع هاي هي عمليا الطاقة الحركية قبل اي كي واحد توتل هاي هي ناقص الوضع الجديد شو الوضع الجديد نص ضرب مجموعة الكتال هو اثنين ام زايد ام ليه لانا انا عندي اصطضام لدين فعند الطاقة الحركية جديدة هي طاقة حركية تبعت جسم واحد كتلته مجموعة هي مجموعة الكتال والسرعة تبعته هي السرعة المشتركة اللي وجدناها في البند اللي قبله لذلك هون ضرب يو تربيع ولكن انا انا اسا باعرف شوي اللي يو تربيع تعالوا نعوضها من ماذا او هادتا نشتغل شوي شوي يو تربيع يساوي هاي تساوي عندي هون انا ام في تربيع لانه هاي بتشطب مع هاي انا نظل عندي ام في تربيع هنا اثنين تربيع اربعة اربعة على اثنين بثنين اذا ثلاثة ام في تربيع نقص كمان دور بعيد على الحساب عندي نصف في اثنين ام اثنين مع اثنين بتشطب ظل عندي ام في تربيع زائد نصف في ام في اثنين في تربيع اوكي فانا لما باجي بحسب الطاقة الحركية تبعتهان في عندي اربعة انصاف يعني اثنين اثنين وواحد ثلاثة غاد شو بصير اثنين ام و ام ثلاثة ام ثلاثة انصاف ام ضرب شو ضرب يو تربيع شو ليو تربيع ان اجا اوخد هاي اذا باجي باخد هاي عندي لما اربعها اربعة اتساع V تربيع ضرب شو هاي تربيع زائد هاي تربيع تساوي تنين اذا كمان دور انا اخد لحديت هنا نص في اثنين ام و ام اثنين ام و ام هي ثلاثة ام يعني ثلاثة انصاف ام عندي اليو تربيع باخد اليو من هنا تلتين تربيع هي اربعة اتساع ال V تربيع هي اياها الآن بأخذ إكس كوفا زائد وي كوفا هذا فيكتور لما ربعه إكس كوفا تربيعي واحد وي كوفا تربيعي واحد بكوا تعملوا زائد اتنين إكس كوفا ضد وي كوفا هاي بطلع صفر ما هي بس احنا بنعرف نعمل حسب في تغورس مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هي اتنين إذن شو تساوي هاي عندي هون اتنين واثنين بتشطب والثلاثة مع التسعة بظل ثلاثة تحت بظل عندي ثلاثة أم في تربيع ثلاثة أم في تربيع هنا ناقص أربعة ثلاثة أم في تربيع الآن ثلاثة هي تسعة أثلاثة لذلك خمس أثلاثة الجواب النهائي أم في تربيع هاذه الجواب النهائي عمليا لهيك سؤال خمس أثلاثة أم في تربيع هاي الطاقة اللي تم فقدانها بعملية الإصطدام اللي صارت عنا هنا الآن لما بيجوا بسألونا عن الخسارة أو الربح في الطاقة بعتسم كل مجموعة هي الإنيرجا نشميرت بسوف السؤال هو الطاقة عفرت من أي صورة لأي صورة فإذا نحكي عن الطاقة الحركية الطاقة الحركية هي لم تحفظهن لأنه يا شايف إنه في قسم راح كحرارة اللي هي خمس أثلاثة أم في تربيع ولكن أنا إذا بحكي عن الطاقة الكليه الطاقة الكليه هي الحركية الأولى تساوي الحركية الأخيرة زائد اللي راح لها الحرارة ما هي هاي الطاقة موجودة أمنا مش كحركة ولا كارتفاع ولكن هي موجودة بصورة ثانية عشانيك أنا بقول هنا نساخ كلها إنيرجيا هو نشمار ولكن أنا ما بعرف أكتب معادلة توصف لكل التهليخين لأنه إيش بصير بالحرارة وكيف الطاقة عفرت من كينيتت لإنيرجيا تيرميت إنيرجيا حرارية طاقة حرارية هي مش شغلة بسيطة إحنا ما بنفوتلها هنا فإحنا بس نقدر نكون من الطاقة الأولى نقص الطاقة الأخيرة هي عملين خمس أثلاث أم في تربيع هذا الجواب هذا هي الخسارة في الطاقة هاي هي الطاقة الحرارية اللي في الأصل كانت طاقة حركية إنيرجيا كينيتت أما التهليخين نفسين اللي بصيروا إحنا ما بنفوتلين هنا أسه أنا بدي أجي أحكي عن موضوع اللي هو كيف حكيت من قبل بيخص اللي بيعتسم مجموعة أجسام لما يكون في عندي عدة أجسام أو عدة كتل وبدنا نوصفها من خلال مجموعة اسمها مركاز هماسة هاي بسموها المجموعة سي أم شو يعني سي أم؟ سي أم يعني سينتر أوف ماس هذا الموضوع اللي أنا إسا بدي أجيله وهو إله علاقة قوية جدا في موضوع التين عكا فيو المتكافي اللي تعلمناه مركاز هماسة وبعتسم نقطة موجودة في المجموعة اللي كتلتها هي مجموع كل الكتل وحركتها تكافئ حركة المجموعة ككل كجسم واحد يعني إذا أنا بجب أخذ مثلا مجارة غالكسيا كاملة اللي فيها ما يقارب 200 مليار نجم كل واحد من هذول النجوم إله حركة إله طبعا هي بتتحدد حسب مجموعة الكوى اللي بتشتل عليه في الأخير أنا عندي حركة مجموعة كبيرة من الأجسام ولكن إذا بطلع على الغالكسيا ككل هي عمليا جسم واحد قاعد يمشي يعني كل المجارة شكلها إذا بتدوروا على صور في الانترنت لمجارات غالكسيا زه مجارة شكلها في مجارات اللي هيك شكلها أوكي أنا بنصفي كتلة ثقيلة من النجوم وهي كلهاتها مستوفيفت حوالين زي الهواية زي من روحها مستوفيفت حوالين تصير معامد لإلها بس بنفس الوقت هي ماشي لها حركة مشتركة لكل المجموعة ولكن هون جوا بكلبها ممكن ألاك نجم مثلا مجموعة شمسية لقيها ماشي بهذا الاتجاه ممكن ألاك نجم هون ماشي بهذا الاتجاه ممكن ألاك جسم هون ولكن بالأخير بطلع كل المجموعة ماشي باتجاه واحد ممكن تسألوني عن هذا الجسم ليش ماشي لغاد يعني بطلعش ولكن هون هو بظل مربوط مع المجموعة هون بسبب كوة تجاذب الكتل جاذبية الكتل فبظل موجود في قلب المجموعة أما هو بكون فيه حركة جوا معينة خدمة لنحركة الأرض أرض حوالين الشمس قاعدة بتدور حواليها ولكن الكل قاعدة يدور يعمل هيك ما صار فالشمس بتسكر دورة كاملة كل 200 مليون سنة بسموها سنة مجردية حيش أنا أقل أكتت أوكي؟ وبتدور في سرعة 250 كيلو متر بالثانية فأنا بدور على سرعة واحدة على كتلة واحدة على مكان واحد على تسارع واحد اللي بيكون مكافئ لحركة وتسارع وسرعة كل الأجسام اللي بتركب هاي المجموعة بهاي الحالة هي مجرد ممكن يكون عندي غاز مركب من أتومي ممكن يكون عندي في كثير أمثلة عن هذا الموضوع رح للموضوع اللي سبنا نفوت عليه اللي هو مركزها مع الساعة رح نصيغه بشكل رياضي نكتب قانون أو نصحها لحساب المكان تبع مركز الكتلة للمجموعة كيف نحسب سرعتها كيف نحسب التينها على الكل كيف نحسب الكو المحصلة وغيرها من القيم نعمل إسا هفسكا ونكمل بعد الهفسكا أعطيكم العافية نجمار الشعور